أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الاهتمام الذي يحظى به ملف السكان من جانب مختلف أجهزة الدولة لافتا إلى أن تشكيل المجموعة الوزرية للتنمية البشرية إنما يأتي ليعكس حجم الاهتمام بهذا الملف وخلال اجتماع المجلس القومي للسكان أوضح مدبولي أن المجموعة الوزرية للتنمية البشرية سيتم من خلالها متابعة ما يتم تنفيذه من مبادرات صحية واجتماعية وثقافية وغيرها وشدد مدبولي على أهمية التركيز على أن يتم تضمين المناهج التعليمية الإشارة إلى أهمية تنظيم الأسرة في هذه المرحلة لحين تحقيق التوازن مشيرا إلى أن هناك دورا مهما في هذا الشأن للخطاب الديني سواء في المسجد أو الكنيسة وكذلك في منظمات المجتمع المدني وفي الرسائل الإعلامية